الحديث في هذا الموضوع معنا من غزة الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية سيد مصطفى إبراهيم أهلا بك معنا سيد إبراهيم عبر شاشة الغد إذن أول تهديد علني من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين التنياهو منذ فترة طويلة لقيادي في حركة حماس بالاسم صالح العاروري يهدد بالاغتيال ماذا يعني ذلك؟ يعني واضح أن نتنياهو يقع تحت ضغط كبير جدا يعني هي صحيح أن هذه المرة كان تهديد علني وفيما مستهل اجتماع الحكومة الأسبوع الذي يعقد نتنياهو وجاء أيضا على خلفية اشتعال المقاومة الفلسطينية وانعقاد المجلس الوزاري السياسي المصغر الكابينيت الثلاثاء الماضي وكانت هناك تسريبات أنه اتخذت قرارات لضرب الفلسطينيين لكن عندما يتحدث نتنياهو بهذا الشكل وبهذه الصيغة أعتقد أنه كلام خطير جدا وكلام يتحدث عنه بقوة قد يكون ضمن تكتيك دعاء إسرائيلي قد يكون أيضا هو تغيير في المعادلة القائمة دائما ما نعرف أن الاغتيال السياسي هو قرار الاغتيال أو عملية الاغتيال هي قرار سياسي السؤال هل أقدمت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار الاغتيال شخصية كالعروري أم من الأفراد الميدانيين الذين يعملون مع العروري أو في محافظة أسوأ الموضوع ليس متعلق بالعروري وهذا ما كنت ستساءل عنه سيد إبراهيم يعني هل الرسالة فقط للعروري أم هي رسائل مبطنة في بريد حماس والفصائل الأخرى العاملة في قطاع غزة أنا أعتقد أن من هو في مرمى النيران الآن هو الشيخ صالح العروري الاتهامات الإسرائيلية ليست جديدة للعروري هي اتهامات ربما من شهر نيسان الماضي عندما أطلقت رشقات صاروخية من جنوب لبنان على أثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى والمشاهد المثيرة التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى أطلاق الصواريخ من قطاع غزة ومن الشمال اللبناني وكانت هذه أيضا رسالة بأن فكرة وشعار وحدة الساحات قائم وهذا ما يزعج الإسرائيليين وما يقلقهم أكثر مما هي اشتعال المقاومة العمليات الأخيرة وتبني حماس لعدد منها بشكل رسمي وأنها تنظر إليها إسرائيل انتقال نوعي من أن صحيح أنها لم تجد حتى الانرساء الآن رابط جدي وحقيقي بناء على اعترافات أن حماس هي لكن هذه التنظيمات المحلية قد تكون مرتبطة بحركة حماس وأن من يصرح بذلك وأيضا قد يكون ردا على المقابلات الإعلامية التي أدلى بها سواء لفضائية الأقصى أو لفضائية الميادين لكن هذا لا يجعلنا أن لا ننظر إلى هذه التصريحات بأنها خطيرة وجدية وأن الفصائل عندما اتخذت سياسة الحيطة والحضر هي جدية ويجب أن تكون جدية وأن تكون جاهزة إذن تهديدات جدية وعلى الفصل أن تكون جاهزة لكن سيد مصطفى إبراهيم هل إسرائيل بالفعل اتخذت قرارا على صعيد حكومي بالعودة مجددا لسياسة الاغتيالات وما مآلات العودة مرة أخرى لاغتيال قيادات وازنة سواء كان في حركة حماس أو في جناحها العسكري كتاب القسام بالمناسبة إسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاغتيالات صحيح أن الاغتيالات كانت هي لسخصيات ميدانية وآخر اغتيال كان في جنين أعتقد بداية الشهر الحالي عندما اغتالت ثلاثة من قادة المقاومة في جنين وأيضا الاغتيالات التي نفذت أثناء العدوان الإسرائيلي في شهر أيار الماضي باغتيال مجموعة من قيادات حركة الجهاد الإسلامي صحيح أنها جاءت في عملية عدوانية اعتقدت إسرائيل أن هذه الاغتيالات قد لا تدفع المقاومة الفلسطينية إلى الرد لكن كان هناك رد من حركة الجهاد الإسلامي وأيضا الاغتيالات عندما تكون بشخصية كبيرة وغير موجودة على أرض فلسطين يعني تكون بحاجة إلى قرار سياسي حقيقي القرار حتى الآن لا نعلم أنه تخذ أم لا ربما تكون في إطار الدعاء والتحديات التي تمر بها إسرائيل والضغوط التي يمارسها المجتمع الإسرائيلي والصحافة الإسرائيلية والأكثر هو ما يمارسه بن جافير واسموتريتش وغيره من أعضاء الصهيون الدينية أو أسما يهوديت التي يقودها بن جافير ربما نتنياهو كانت الدعوة إلى اجتماع الكابينيت بحضور بن جافير واسموتريتش لأنه يدرك أن هناك تسريبات تحدث دائما من إعقاد الاجتماع لأنه من فترات طويلة لم يعقد الكابينيت هذه التحديات أيضا والتحذيرات التي تطلق من المحللين الإسرائيلي إسرائيل أن وحدة الساحات ما زالت قائمة ما حدث في أبريل نيسان إسرائيل إذا اتخذت قرارا هل تدرك أن فقط الرد سيكون من قطاع غزة أم سيكون من جنوب لبنان أم سيكون من سوريا كما حدث في نيسان أبريل أم ستكون هناك عملية اغتيال لبعض القادة الميدانيين الذين تسهمهم سيد إبراهيم واضح ما تقول نعم نتابع كلمة نتنياهو اليوم وفي إطارها تم الحديث بشكل واضح والتلويح باستهداف صالح العاروري القيادي في حماس لكن ذكر الضاحية الجنوبية في لبنان هل يريد نتنياهو إيصال رسائل مباشرة من خلال هذه التصريحات باعتقادك لحزب الله اللبناني؟ أنا أعتقد أيضا في جملة واحدة أن هناك أيضا أزمة مع حزب الله الخيمتين التي وضعتهما المقاومة اللبنانية أيضا هذه أيضا وضعت الحكومة الإسرائيلية في موقف محرد جدا وهناك مفاوضات دبلوماسية حول هذا الموضوع ربما بعض الصحفيين الإسرائيلي والمحللين ينظرون إلى جبهة غزة أنها الأضعف مع أنهم أيضا يقولوا أن هناك تطور في قدرات المقاومة الصواريخ التجربية التجربية طائرات بدون الاستطلاع طائرات بدون طيار التي استطاعت إسرائيل إسقاط واحدة منها والثانية لم تستطع إسقاطها هذه أيضا تدلل على قدرة المقاومة على الرد يعني هي رسالة للفلسطينيين أكثر ما أنها لجنوب لبنان وقد تكون أيضا هي محاولة لترك غموض في هذا الموضوع العين تكون على جنوب لبنان ماذا ترجح أنت ختاما سيد مصطفى إبراهيم بخصوص الوضع في قطاع غزة هل إسرائيل ستستهدف قيادات في الفصائل في قطاع غزة من أن الرد سيكون فقط موجها نحو العاروري وتم ذكر المكان الذي يوجد به من قبل رئيس حكومة إسرائيل بن يمين نتنياهو الضاحية الجنوبية في لبنان على ضوء الواقع وما نراه وما نشاهده من تحديات إسرائيلية سواء التظاهرات الأزمة السياسية الخانقة الانتقادات الشديدة لنتنياهو الجريمة في الوسط العربي بين صفوف الفلسطينيين في الداخل التحديات في الضفة الغربية وعدم توقف المقاومة بل نجاحها في عمليات نوعية استنزفت المستوطنين والجيش الإسرائيلي غزة أيضا جاهزة بعض التحليلات التي تقول منذ عملية سيف القدس المقاومة الفلسطينية تزيد قدراتها ولم تستطع إسرائيل إعادة الردع هذا كله معتمد على الساعات أو على الأيام القادمة قد يكون هذا تكتيك جديد تستخدمه أيضا قد يكون من ضمن الحرب النفسية وكي الوعي التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إذ أن هناك ما زالت أمام حتى صفر يوآف جلنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هو تغطية ولكن أيضا أمام نتنياهو تحديات لديه زيارة الشهر المقبل سيقابل رئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي هو يطمح أن يقابله في البيت الأبيض وليس في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني هناك كثير من التكهنات والتقديرات لا نستطيع الجزم بأي منها لكن واضح أن الأوضاع خطيرة وليست سهلة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية كنت معنا من غزة الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية مصطفى إبراهيم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر